معنا في الستوديو مشكوراً النائب أحمد الأسدي المتحدث باسم هيئة الحجز الشعبي ليطلعنا على آخر التطورات العسكرية والأمنية في تحرير ناحية القيروان بداية مرحباً بك سيادة النائب في الستوديو أخبار رشيد ضيفاً عزيزاً وكريماً أيضاً نبارك لكم في البدء انتزاعكم السيطرة على بلدة القيروان غرب الموصل بعد 12 يوماً حسب تتحدث التقارير مع الحرب مع مسلحي داعش أيام كثيرة ما التطورات الجديدة العسكرية والأمنية كذلك لمحاور الحجد وهل لك أن تحدثنا عن الأسلحة الجديدة التي يستخدمها داعش وتكتيكاتها أيضاً في محاور القتال تفضل بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك والمشاهدين العزاء ونبارك العراقيين جميعاً هذا النصر الكبير الذي تحقق اليوم بتحرير مركز ناحية القيروان انطلقت عمليات صفحة الأولى من عمليات محمد وصول الله الثانية قبل 12 يوم وأعلننا منذ اليوم الأول لانطلاقها أن العملية تهدف تحرير ناحية القيروان ثم قضاء البعاج وصولنا لحدود العراقية السورية وتطهير كل هذه المنطقة بالكامل وهي من أكثر المناطق أهمية استراتيجية للعدو حيث يتواجد فيها ليس من ثلاث سنوات فقط وإنما من 2003 إلى 2004 إلى اليوم هذه المنطقة لم تدخلها القوات الأمنية ولم يتم تسيطر عليها ولم تمسح أمنياً وكل التقارير الإعلامية والاستخبارية كانت تشير لتواجد قادة تنظيم القاعدة ثم زعيم تنظيم عصاب الداعش الإرهابي اللي هو أبو بكر البغدادي كانت أكثر التقارير تشير لتواجده في البعاج ومنطقة القيروان لذلك تحركنا من اليوم الأول وتحرك الحشد من أربعة محاور وشاركت أغلب تشكيلات الحشد وألويته في هذه العمرية حررنا خلال الأيام المنصرمة ما يقارب الخمسين قرية ومجمعات سكنية كبيرة خصوصاً مجمع تلبنات وتلقصب وهي مجمعات الأخوة الإزاديين بالإضافة إلى القرى القريبة منها كذلك تم تحرير مطار سهل السنجار الجنوبي وهو من الواقع السرادجية والمهمة ثم تقدمنا منذ اليوم الأول إلى اليوم الحدي عشر والثاني عشر ونفس الخطة وهي عزل وتطويق المناطق ثم تحريرها وتطويرها إلى أن طوقنا ناحية القيروان بالكامل وفي الأيام الخمسة أو ستة الأخيرة استخدمنا تكتيك مهاجمة العدو أثناء الليل حيث حاول العدو استخدام بعض الأسلحة التي يستقدمها من سوريا حيث أن ظهر العدو مفتوح طيب تحدثت عن أسلحة جديدة لداعش استخدمها أثناء المعارك نعم هي الداعش استخدم في هذه العملية بكثافة استخدم الصواريخ الموجهة اللي هي الصواريخ الحرارية وكذلك العبوات القمعية موجود دعم وإسناد كبير من طيران الجيش والأبطال في القوة الجوية ساهم في شل حركة العدو وكذلك التكتيكات والخطط التي فاجأت بها قيادة الحشد وقيادة العمليات وتشكلات الحشد فاجأنا بها العدو ساهمت في إبطال مفعول هذا السلاح وتحقيق النصر السريع حتى أن عملية تحرير مركز ناحية القيروان كان أهم عنصر من عناصر انطلاق هلية التامس هو عنصر المباغة والمفاجأة واستخدام تكتيك دخول المدينة ليلاً طبعاً لا علمنا أن القيروان واحدة من أهم مواقع القيادة والسيطرة لدى العدو ومنذ ثلاث سنوات هو يشرف على إقامة الاستحكامات والخطوط الدفاعية خطوطاً في الأشهر الأخيرة لذلك كانت العملية مفاجأة وصعبة ولكن أعددنا لها كل مقدمات بعد هذه العملية هل ستتوجه قوات الحجد الشعبي إلى تلعفر لتحريرها بالكامل؟ المحور الذي انطلقنا فيه في عمليات محمد رسول الله الثاني أعللنا فيه منذ بدايته وحسب التوجيهات الصادرة من القائد العام والقوات المسلحة والخطط التي وضعتها عمليات مشتركة هو تحرير القيروان ثم إن شاء الله تحرير البعاج والتي تقع غرب القيروان بين القيروان والحدود السورية ثم الذهاب باتجاه الحدود العراقية السورية لمسك الحدود وأغلاقها بالكامل ونحن نطوق تلعفر بـ 360 درجة حيث من الشمال والشمال الغرب قوات البيش مرقة ومن الجنوب وجنوب غرب والشرق والشرق الغربي كلها تطوقها تشكيلات الحشد متى ما جاءنا التوجيه أن نثب بتجاهة تلعفر أيضاً نحن مستعدون لذلك طيب سؤال الأخير يعني أستاذ أحمد يعني جهات سياسية مختلفة تتحدث يعني وتنتحل صفة الحشد الشعبي ولربما يعني تشوه السمعتها هل لدى هيئة الحشد الشعبي كمؤسسة تابعة لرئاسة الوزراء يعني يعني إجراءات عملية على الأرض لردع هكذا جهات طبعاً كل من يدعي انتسابه للحشد الشعبي وهو غير منتسب فعلياً لدينا مديرية أمن الحشد الشعبي مديرية الأمن والانضباط وفيها مديريات يعني أقسام ومقرات والكثير من المنتسبين ولدينا هيئة قضائية تتكون من أكثر من 13 مدعي وقاضي ولدينا قضاء مختصون تم تنسيبهم من قبل مجلس القضاء على مهمتهم فقط النظر بالقضايا التي تتعلق بمنتسب الحشد إذا رتكبوا مخالفات والمدعين الذين يدعون انتسابهم للحشد لذلك أي مدعي بانتسابه للحشد الشعبي حينما يقوم بأي مخالفة ومجرد ادعاء الانتماء حينما نعلم بذلك فإن هناك دائرة مختصة بمتابعة هذه القضايا وملاحقتها قانونيا ولا نسمح بذلك سيد أحمد الأسد المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك